في غضون ذلك قالت وكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة وحلفائها يعتقدون أن الرد الإيراني على قصف قنصلية طهران في دمشق بات وشيكا تقرير للوكالة ذكر أن الهجمات التي يرجح أن تقوم بها طهران أو وكالائها في المنطقة خلال الأيام المقبلة باستخدام صواريخ عالية الدقة أو طائرات بدون طيار نقلت الوكالة عن أحد المصادر القول أنه ينظر للهجوم على أنه بات مسألة وقت ليس إلا وفقا للتقييمات الاستخباراتية الأمريكية نفتا إلى أن الهجوم الذي ستشنه إيران أو وكالائها في المنطقة قد لا ينطلق من لبنان بل هناك أكثر من دولة بينها العراق